خلينا ننتقل بعد كده ونروح بقى للريشة هنا الطايرة والبطولات هنا احنا عمليين اتكلم لحضراتكم يوميا عن البطولات المؤهلة للأولمبيات نهاردة منتخب مصر للريشة الطايرة حيشاركوا فيه بطولة اوغندا الدولية والمقامة خلال فترة من 21 لغاية 25 فبراير بطولة دي مفروض حتعتبر من اواخر بقى خلاص المراحل اللي بتأهلك بعد كده لأولمبيات باريس وحيشارك من مصر خمس لعبين بنفس يوم خليني اقول لحضراتكم برضو الاسماء ادهم حاتم ونور يسري وضحى هاني وبرضو بيحتلوا ان شاء الله او خلاص على تذكارة زي ما بتقال كده السعود للأولمبيات بتشارك كمان عندنا هدي الجندي والوجاين وصفي عشان خلينا نقول اكتساب الخبرات والمنافسة على نقاط البطولة الدولية وخلينا برضو اقول لحضراتكم قبل منسب المناسبة ادهم حاتم ده كان فاز ببرونزية فردي الرجال ببطولة افريقيا اللي كانت استضافتها مصر مؤخرا وحصل هو كمان وضحى هاني على فدية الزوجي المختلط في نفس البطولة القرية فانت عندك برضو اسماء مصرية كبيرة جدا وتقيلة جدا في رياضات مختلفة عندها هنقول مستقبل الى حد ما لو استمروا بالشكل ده هيكون مضمون كبير جدا وربما ده ينعكس طبعا على الرياضة المصرية بشكل ايجابي اشتركوا في القناة